تفقد وزير الداخلية محمود توفيق الاستعدادات الأمنية التي تخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعليات مؤتمر المناخ والذي تصدفه مصر بمدينة شرم الشيخ وطلع وزير الداخلية على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ ومدى استعداد وجهزية القوات كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة ووجه الوزير بضرورة التواجد الميداني الفعال لكفة المستويات القيادية والإشرافية والمتابعة المستمرة لتنفيذ القطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كفة الإمكانيات وتجهيزات التي تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان كما شدد وزير الداخلية على انضباط الخدمات ويقزتها وإلمام بمهامها وكفاءة وفعالية نطاقة التأمين لإحكام السيطرة الأمنية